ثلاث مؤاطن اللي بدي أحكي عنها النقطة الأولى اللي هي بمعزل عن المداخلات يعني ما رح تتوجه لمناقشة شيء قاله أحد الأصدقاء أو الزملاء بعينه لأنه في أفكار مرت عند أكثر من زميل وبدور بفلك واحد يعني الفكرة الأولى هي الحالة الشعبية العربية فهمها وتفسيرها وكيفية التعامل معها الفكرة الثانية اللي هي الحرب اللي نحن فيها الآن هل هناك مخاطر يعني أنه المشروع الصهيوني الأمريكي الآن بيطور صعود وهجوم وقادر أنه يعيد يفك ويركب أقاليمنا وبلداننا ومناطقنا وشو هي المعايير اللي بتكون موضوعية وعلمية بفهم توازن القوى القائمة الآن بيننا وبينه يعني فينا نظل نحكي عن المشروع الصهيوني بصفة ذلك المشروع الجبار الكذا والأمريكي هذا بوقت أنه خياراتهم باتت ضيقة وهي محكومة بالإجابة عن سؤالين إذا جاوبنا عليهم نقرأ سورة المنطقة اللاحقة هاي نقطة ثانية النقطة الثالثة اللي هي المبادرات السياسية عموماً في الوضع اللبناني يعني الرئاسي وغير الرئاسي والحكي الأمريكي عن انتخاب رئيس أو المبادرة اللي حكي فيها الرئيس بري والرئيس ميقاتي والإستاذ جنبلاب هاو ثلاث نقاط اللي بدي أحكي عليهم اللي أوضح بعض الأشياء تكون يعني في إطارها الصحيح النقطة الأولى أنا رأيي طبعاً شعوبنا لا تتحمل مسئولية يعني الشعوب العربية أو الشعب العربي لا يتحمل مسئولية النقوص والضعف والإحباط والتراجع والخيبات والخدلان هذا تاريخ يعني خلال هالمئة سنة هاي الشعوب ما بخلط يعني عم نحكي مرحلة جمال عبد الناصر كانت الشعب العربي فيها كله بالميدان يعني وبجبهات القتال وبسواها في عمليات متعددة متراكمة من القطرية والخروج من العروبة ثقافي عمرها 40-50 سنة أنه سوريا أولاً مصر أولاً أردن أولاً لبنان أولاً عراق أولاً تحت شعار التمسك بالوطنية جرى طعن فكرة أننا أمة يعني أنه إذا أنت ما قلت لبنان أولاً فأنت خائن لوطنك وكان النقاش يدور يعني أنا شخصياً بعرف أديش كنت طرفاً في نقاشات من هذا النوع وأي واحد مننا بيحكي بأننا أمة واحدة ولنا مصير مشترك وقضايا واحدة كان يواجه داخل بلده وبئته نقاشات من هذا النوع تجذرت هذه الفكرة فكرة أنه هذا تخفف من عبئ أنت بتقدر يعني بده يرقك فلسطين عبء علينا خلي نخلص منها لأنه اللي بيقلك مصر أولاً أصده أنه فلسطين آخراً مش أصده شي تاني يعني ما حداً عم بيقله الأردن قبل مصر أو واللي بيقول لبنان أولاً مش أصده أنه حداً عم بيقله إيران قبل لبنان أو سوريا قبل لبنان هو مشكلته مع إيران ومع سوريا أنه حطين فلسطين أولاً وبالتالي هاي هي المعركة المعركة هنا هل أن فلسطين هي جزء من الأمن الوطني لكل بلد عربي نحن بنعرف أنه بالآخر ولا تجربة بالعالم العربي نجحت أو ستنجح لبناء دولة وطنية بين هلالين بمعنى داخل عدودها مستقرة ومستقلة وصاحبة سيادة طالما إسرائيل قوية هاي المنطقة لا تحتمل وجود دولة وطنية مستقلة ومستقرة مع إسرائيل قوية يعني خلاص وهم ما حدا يحطه برأسه اللي ما اتنعه ماشي لكن هذه القطرية تجدرت وخلقت معها نوع من خليني يقول الصفقة الداخلية التسوية السيكولوجية اللي بيعملها الواحد يعني كومبرومايز أنه خلاص صار موطن نفسه على قاعدة أنه هو بيسمع وبيتابع أخبار لكن حجم الاهدمام بصفتها أمر درجة عاشرة عشرين ثلاثين حسب هو درجة تفاعله مع الهوية والقضية فالاشتغال عم نحكي نصف قرن كامب ديفيد قدمت على هذا الأساس وجندت لكامب ديفيد نخب مصرية بعضها نظيف تحت شعار أنه بكف مصر مصر تحملت الكثير أنا الأوان لنا الحق كمصريين أن نستعيد أرضنا نحن استعدنا سيناء في كامب ديفيد أنا عم بحكي عن الناس أنا منعش معهم يعني مش عم بحكي ومش ناس خونا وهذا هذه النظرية تجذرت حتى هلأ في الحرب على سوريا خرج كثيرون يتحدثون عن سوريا للسوريين والوطنية السورية ونهضت الوطنية السورية وطلعنا من العروبة وإلى آخره فبالتالي هذا عامل هذا عامل نقوص حتى لما بيجي للوطنية المصرية بنجي للشيطاني والوطنية اللي بيقول لك خلي مثلا يعمل انتفاضة من أجل سد النهضة ما هو خلاص بس رحت على التقعر يعني بس تنزل من العروبة نزلت على الكيانية بالكيانية بتروح على ما دون الكيانية بتصير يا طوائف يا مذاهب يا مناطق يا قبائل يا عشائر وبالتالي تضمحل فكرة الهوية الجامعة والهوية الجامعة اللي ما عندها مفهوم أمن قومي ما عندها قضية هي كذبة كبيرة يعني ما فيه هوية جامعة ما فيه أوروبا بلا مشروع أوروبي ما فيه عروبة بلا مشروع عربي ما فيه مصراوية بلا مشروع مصري لبنانية عبد الناصر وين عظمته عظمت عبد الناصر أنه أدرك أن الدولة تبنى بالدور مش الدور تبنيه الدولة الدولة تبنى بالدور هو بنى الدولة المصرية على قاعدة دور مصر دور مصر كطليعة عربية دور مصر كمدافع عن الأمن القومي العربي دور مصر كعن استقلال بين دول العالم وكان رائدا بمجموعة عدم الانحياز اللي هي مجموعة الدول المستقلة وبالتالي إذن هذا عامل دخلت مع انتصارات المقامة بعد العام 2000 ما كان فيه مذهبية قبل العام 2000 بعد العام 2000 فضائيات بالعشرات تعبئة معممين بالمئات والآلاف فتاوى الهلال الشيعي حتى في بعض الأصدقاء الزملاء بيطلعوا معنا بيحكوا ولو بطريقة ما بيقصدوا فيها الأذى انه بيقولوا الهلال الشيعي وهو مصطلح أول من تحدث به الملك عبدالله بالتالي نحن قدام عملية ضخ ايجا الربيع العربي شو الربيع العربي الربيع العربي انه الغضب الشعبي لتغيير الأنظمة هو الأولوية وحق الشعوب أن تحكم ذاته بذاته وبكفينا هل النخب الحاكمة أو هل البقاير الحاكمة اللي فاسدة فاشلة طاغية قمعية راحت فلسطين يعني شفتوا حدا من الربيع العربي عمل ثورة تحت عدوان أنه هو يريد أن يطرد للحاكم الخائن الحاكم التابع أبدا القمعي المتفرد التوريثي الفاسد لكن ولا حدا جاب سيرة الحاكم التابع لأمريكا الحاكم الخائن لفلسطين وبالتالي كان الهدف هو واضح إعادة تشكيل وعي يضع القضايا جانبا طيب بعد كل هول مع خيبات الناس راهنت على الثورة الفلسطينية وانتهت بأسله وأسله بطل بدنا تحرير فلسطين وبطل بدنا الكفاح المسلح أنا رأيي نحن أمام وضع بدي أوصل للملخص قول الأمة تحتاج إلى نصر بائن ونحن احتينا بمرة ماضية فلا تسأل الشعوب لماذا لا تخرج ولا تسأل النخب لماذا لا تتشكل بأطر فاعلة في قوة صاعدة بها الأمة هالقوة الصاعدة هي القيادة اليوم من ضحك بعض مع احترامي لكل التشكيلات الموجودة ونحن منها بس نحن لم نصنع نصرا نحن لسنا الطليع المقاتلة في قضايا الأمة نحن صدى ثقافي مخلص وصادق لكن مش نحن اللي عم نصنع المعركة النخبة الآن التي تصنع المعركة اللي عاجبه واللي مش عاجبه هو حر النخبة التي تقود الأمة الآن هي محور المقامة والعمود الفقري لهذا المحور هي القوى الإسلامية وليست القوى العروبية واليسارية يعني ما انضحها والعلمانية هي القوى الإسلامية لأن القوى القومية والقوى اليسارية فشلت في أداء المهمة بلا طويلة بلا أصيرة يعني بايعت الشعوب الخيار القومي واليساري ومشيت وراءة 30-40 سنة بعد عبد الناصر لم يستطع أن يقلع مجددا سقف ما استطاعته سوريا هو الصموه لكن لم تستطع سوريا أن تعيد تشكيل مشهدا عربيا يعيد تغيير المعادلة وصمود سوريا كان عظيما وكان مهما وسوريا ما عندها وهم أنها تقدر تعمل الرئيس بشار الأسد آلة مرارا والرئيس حافظ الأسد الذي يرحمه أيلها مرارا بإمكانات سوريا وحجم سوريا مقروء بصورة موضوعية لا يسمح لها بأن تكون هي طليعة نهضة لتغيير الواقع العربي بدون استنهاب مصر ما فيه إمكانية فإذا المشروع القومي العربي موجود الفكرة القومية العربية موجودة حتى اللي بيجمع اليمني يعني أنصار الله الإسلاميين وحزب الله الإسلامي وحماس الإسلامية من جامعتهم العروبة يعني هذا يمني وهذا لبناني وهذا فلسطيني وهذا عراقي في حركة قومية عربية إسلامية تتشكل برؤية مستقبلية للمنطقة عنوانها الاستقلال وهذه القيادة الجديدة لا تملك حتى الآن النصاب الكافي عربيا لاستنهاب شعوب الأمة تاريخيا الاستنهاب ما بيتم على أساس لأن تكون من الهوية المذهبية ما هي حماس سنية هم تخليين عنها يعني نلو بيقول لك لأنه هو شيعة طيب يا خي ينصروا حماس على أساس هي السنة حتى تنظيمات الإخوان المسلمين بالعالم العربي مش معتبري قضيتها اليوم هي القتال بدافوا عن أردغان اللي بعد السفارة الإسرائيلية في عاصمته وبتناولوا بيحتموا بيتخبوا تحت عباية حماس لا يأوسوا على حزب الله لا يقولوا إيران خذلت إيران باعت لا يقولوا أين هي صواريخ حزب الله الاستراتيجية فإذن نحن نحمل مجموعة أمراض لن نتطهر منها ولن تتغير حال الأمة في التعامل مع قضاياها بدون نصر بائن النصر البائن سيصيغ معادلات جديدة ومن بين نتائجه وبركاته سياغة وعي جديد والشعوب بكل تاريخ العالم في 25% هو السقف الأعلى لما يمكن أن يذهب وراء الحق هذا الأعلى سقف الطبيعي 1-10% بيصير 25% لما فيه أمل بالنصر بس ما بتكون شايفيته سائر الشعوب سائر الكتل سائر الشرائح لما بيصير النصر فيه 50% تنحاز للمنتصر حتى لو كان عدوا للأمة فكيف إذا كان هو من صلبها ويصنع لها غدا جديدا لذلك أنا رأيي نكتفي بما تقدمه الشعوب الآن من تعبيرات بأشكالها المختلفة مقاطعة تغريدات نشاط على وسائل التواصل دعاء بعض الصلاة ممتاز هذا كيف؟ هذا دليل على أننا أمة واحدة وأن قضيتنا واحدة ولو في السر والكتمان عندما يتحقق النصر بهذه المعركة ستتغير المعادلة خلي جهدنا إذن هون خلي جهدنا على هاي نين؟ بدي يجي لموضوع المشهد الراهن بلما نعزب حالنا بتحليلات يعني معقدة لشو المشروع الأمريكي وشو المشروع الإسرائيلي وشو بده للبنان وشو بده للأردن وشو بده لليمن وشو بده للعراق كل هذا هاي المشاريع كله يتكثف الآن على جبهتين جبهة المنازلة الإيرانية الإسرائيلية ناريا وجبهة المواجهة بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الجنوبية ما في لزوم نحلل حزب الله قوي ولا مش قوي جواب بالميدان ما بهمني يعني وبدون القيادة واللعب على وضع الداخلي والنازحين كل هذا موجود وين بين أرى وين بيتأرش بالمعادلة على الجبهة قطع الرؤوس وإبادة القيادة وتدمير البيوت وتهجير الناس لتضعف معنويات المقاتلين وتتفكت منظومة صمودهم طالما أن هذا لم يحدث فإذا المشروع فشر بده يظل يحاول عظيم نحن قدام معادلة إذن هي أداة قياس باروماتر القياس الأول لموازين القوى هو ما يجري على جبهة الجنوب طالما الإسرائيلي عاجز عن الانتصار وعن فكرة بحرب 2006 يعني أنا مضطر أن أعشي الذاكرة كان الوضع اللبناني المقابل للمقاومة عدائيا مكشرا عن أنيابه هلأ عم نحكي أنه بالهمس وبالصر وأنه فلان بيصرح وفلان مدرشو وقته وليد جنبلاط اللي اليوم عم بيقول نكون أو لا نكون وسننتصر مع المقاومة قال سلاح الغدر والخيانة عن سلاح حزب الله معلش الرئيس الحود المقاوم قال الله يطول بعمره ويف مروان إحمادي يطاول عليه بقلب مجلس وزراء ما فيه الأمور كانت أسوأ بكتير داخليا عربيا كان كل الجو العربي الرثمي يدعو إلى سحق هذه المقامة مغامرون وهجب أن يدفعوا ثمنة مغامرتين دوليا روسيا وين كانت بال2006 والصين وين كانت كانت قمة الثمانية من عقدة ببتروتشبورغ في اليوم الأول للأسر الآن السيد شهيد وناطرين الناس بدت بيع يعني أنا رأيي ما نسود الصورة على حالنا ونصير شايفين أنه العدو سوبرمان وهو في وضعية معمول أنه مهزوم عمقول في معركة فاصلة لحتى أكون موضوعي وهادئ ومش عم بالغ بمشاعري وتمنياتي بصورة موضوعية عنا منصتين تختصران كل المشهد الدولي والإقليمي والمحلي المنصة الأولى هي جبهة جنوب لبنان والمنصة الثانية هي المواجهة بين إيران وإسرائيل ونحن أمام ساعات وأيام الإسرائيلي سيرد وإيران سترد ومن تابعي وفي هاتين هل يستطيع الإسرائيلي والأمريكي ومعهما كل الغرب الجماعي تحقيق انتصار في البر ومفهوم الانتصار في البر هو إخراج حزب الله إلى ما وراء الليطاني لأنه طالما بقي في الأرض التي يدخل إليها المحتل ويقاتله ويقتله ويدمر له دباباته المعرك اتجاه نصر جديد وبالمنازلة الإيرانية طالما بقيت إيران ترد على الضربة الإسرائيلية بعد حدوثها وبعد الرد وبعد الرد على الرد وبعد رد على الرد يدها هي الأعلى يعني تأتي بضربة أشد قسوة من الضربة التي تلقتها هاو هن المعادلين هاو هن المكافئين هاو هن أداتي القياس ليش بدنا نستعجل ونحط قدامنا الكثير من الغبار والكثير من الغيوم السوداء نرأي بهالمسارين وأنا عمقول رأيي بهالمسارين نحن سنفرض إرادتنا بهالمسارين لا يملك الأمريكي والإسرائيلي القدرة على تعديل الموازين كل اللي عملوا كل اللي عملوا هوليوود ما عليش دماء التي سقطت دماءنا نحن من نوجع عليها لكن أنتم مسدقين أن اغتيال سماحت السيد غير المعادلة على الجبهة ورح يقدر الإسرائيلي يعمل تحول لم يستطع إنجازه بال2006 أنا بلكن المفعول عكسي المفعول عكسي أكيد أنا مش عمقولة عواطف عمقولة بالملموس بالوقائع هذه المقامة بلا قيادة مركزية الآن هي مش هيك بس أنا عمول لو كانت بلا قيادة مركزية هي بقيادة مركزية غير معلنة بس هي بلا قيادة مركزية الآن تستطيع أن تخوض معركتين الصواريخ والجبهة البرية ولكل من هتين المعركتين قيادتها المنفصلة وبداء للقيادات وبداء البداء للقيادات وخطط وبداء للخطط وبداء البداء للخطط وموارد لا تنضب وإرادات لا تضعف ليش بدنا نحن بهالمحل نحن بهالمحل فيه الإسرائيل يوقف صواريخ الشمال يفرجينا ليش بدنا نعملها يعني نوسع إطار نظري بعد شوائم نوصل إلى قراءة توازنات البورصة والبنوك بالمعادلة البسيطة جبهة الجنوب هي صواريخ وبر إيران هي رد ورد على الرد بهول إذا فشل وهي مسألة أيام وأسابيع نتائجها النهائية ما فيه الأمريكي أنه بيطلع ما بيعمل عملية بر انهزم انهزم بيتراجع عن العملية البرية هزم بيتراجع عن الرد على إيران هزم ما فيه هون احتيال وخداع إعلامي وبروبا كادا ما فيه هاي هاي المعركة وصلت إلى النقطة الفاصلة ياب يقلب لعنده ياب يقلب عليه ما فيه حل وسط فيه إذا لم يستطع اختراق الجبهة البرية في الجنوب سقطت كل الإدعاءات عن انتصارات وهو هزم وبدو يروح يفتش على حل سياسي فشل فيه أن يضرب إيران ردا مؤلما يتحمل تداعياته هلا رح يرد ويوجع رح ترد إيران وتوجع أكتر بيقدر يوقف على إجراء يرجع بعض الضربة الإيرانية رح نشوف ويفع إجراء ورد أو اجت أمريكا وردت وفتحت المعركة رح نشوف شي يعني عجب الله العجاب القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية ويلحق على إغلاق هرمز ويلحق على ما ليشي خلي محر المتوسط يصير بحيرة نار خلي يصير ما نقل خسرانين شي ما نقل خسرانين شي لكن أن نذهب إليه ابتداءا ماذا كل مرة ما نرجع نعيده المقاومة لم تذهب ابتداءا للصواريخ يا إخوان لأن المقاومة يعني هاي معادلة أقصفت الأبيب المقاومة هي التي فتحت الحرب هذه المعادلة كانت دفاعية يعني نحن كنا أبلانين أنه الإسرائيلي هو المهاجم ونحن مدافعين ولأنه نحن مدافعين عملنا عملنا سمحت السيد معادلات دفاعية وهالمعادلات الدفاعية لا تحمينا من العدوان وأنه بس يضربنا الإسرائيلي هالصواريخ الاستراتيجية بدنا ندكتل الأبيب فيها إمنا رحنا هاجمنا نحن نحن بـ 8 أكتوبر ضربنا نحن قواعد الاشتباك ومعادلات الردع وصارت ضربة الإسرائيلية للمقاومة بنظر اللبنانيين هي رد على ما قامت به المقاومة لقناعتها هي بفلسطين مش لإجماع لبناني على فلسطين وبالتالي عم تدفع ثمن فعل هي اختارته فإذا ذهبت وقصفت تل أبيب ورد بتدمير بيروت انقلبت المعادلة اللبنانية كليا على المقاومة حكوميا وبرلمانيا وذهبنا إلى محل في التفاوض السياسي ما في نصاب سياسي للمقاومة تنتصر فيه ما حدا يتوهمه أن القصة هي لعبة يعني أنه من اعتقلن ومن أتلن والعملاء والجواسيس هذا مشاكل سياسي النصاب الاجتماعي السياسي اللبناني لا يسمح للمقاومة بأن تعاند كل ما حولها بالعنتريات وهي لم تفعل هذا على كل حال لا في الماضي ولا ستفعله غدا لذلك المقاومة حولت جيرت معادلة ضاحية الأبيب لبيروت الأبيب يأتي الإسرائيل بحصار بضرب مطار سجلوها علي بيقصف مطار بيروت سيقصف مطار بن جوريون المقاومة عندها سلاح وعندها إرادة لكن هي معادلتها صارت هيك الاعتداء على الدولة اللبنانية وعلى البيئات غير بيئة المقاومة هو الذي يفعل معادلات الرجع الاستراتيجي لأنه نحن أخذنا من اللبنانيين الآخرين اللي مش معنا صلاحية أن نذهب لحرب على الاحتلال دعما لفلسطين وسائر اللبنانيين مش مأيدين بهذه الفكرة على أن نتحمل نحن تبعات هذه الحرب وعندما يريد الإسرائيلي أن يحمل اللبنانيين الآخرين هذه التبعات فنحن جاهزون لأن نحمله الأثمان هذه المعادلة ببساطة ولذلك الإسرائيلي لاحظوا أنتم أنه بيختار شئة بيضربها ببيروت لا يقول أنا عملت ببيروت بس هو ما عم يقدر يروح على ليش المطار ما قصفوا طيب نزل عباس عرفجي بعد التهديد نزل الطائرة إيرانية بقلب مطار بيروت لاي ما ضرب الميناء لاي ما ضربوا الكهرباء لاي ما ضربها ما هو من عاداته هو الألف باب بس يبلش بالمعركة على لبنان بيبلش فيهم لذلك إذن المقاومة في المعادلة اللبنانية لأنه الآن فتنا على هذا الموضوع اللي عم بصير بالسياسي أنا رأيي عمل الرئيس بري اختراق أحرج كل المعادلة كل جماعة أمريكا وهذا شؤال هو ومعه مئاتي ومعه جنبلات أنه نحن تعالوا نقف صفا واحدا في وجه العدوان ونواجه مشكلة النازحين بروح وطنية مؤحدة ونصمد وبخطاب سياسي يقول إن لبنان في مواجهة عدوان ونحن جاهزون عندما يقف إطلاق النار لثلاث أشياء الأول لمفاوضات على تطبيق السبعة عشر سفر واحد وفق البيان الفرنسي الأمريكي شو بيقول البيان الفرنسي الأمريكي مفاوضات على السبعة عشر سفر واحد مدة ثلاث أسابيع بالتزامن مع مفاوضات على السبعة عشرين خمسة وثلاثين الخاص بغزة يعني في مقاربة ولو ضعيفة لكن لمفهوم الترابط مع غزة نحن جاهزين اتنين لانتخاب رئيس توافقي تعالوا نتوحد هذا شرطه الأول طيب آموا لجمبلات آل عظيم بعت وائل بفعور لعن سمير جعجع قال له أنا مش ماشي فإذا أنت أبرأت ذمتك هلأ ما عد في رئيس توافقي لأنه أنه ما قاله مستعدين نتعاون بوجي العدوان عظيم أنت اليوم ما عدت أنت عم بتقول أنه يعني أنه نحن ما عم نعمل مبادرة نحو الآخرين وبتكون تحكموا البلد وفارضين عن ناس خياراتكم هذه أنا برأيي مبادرة ذكية حتى تجاه الغرب واتجاه العرب أنه اللي وقع ما أنتوا وقعتوا على البيان الفرنسي الأمريكي يا سعودية ويا إمارات ويا قطر ويا فرنسا لخي نحن جاهزين نمشي فيه بس روحوا وشيبوا وقفة لقنار المشروع الإسرائيلي الآن ما في وقفة لقنار فإذا ما جبتوا وقفة لقنار ما حدا يطالبنا بالصوات على السفر واحد شو عم بيقول الأمريكي لأن حركة الرئيس بري أحرجت عم بيقول لا تعوه هلأ انتخبوا رئيس تحت الحرب وتحت نار الحرب وبعتاد هو يحاكي الرئيس بري عن الرئاسة مش عن موضوع التفاوض آي لا رئاسة تحت الحرب تحت النار ما مننتخب رئيس نحن هو والطائرات الإسرائيلية فوق رقابنا توقف الحرب ومنكون المؤحدين بوجه الحرب هذا شرب أما إذا مش مؤحدين بوجه الحرب توقف الحرب منروح مننتخب رئيس بس كل واحد بيغني عليه وكل واحد عنده مواله وبده يغنيه ولذلك افتعال مناخ عدائي لبيئات بصورة أو بأخرى خلال 11 شهر ما عم بيحكي عن الرئيس بري عم بيحكي عن جملات عم بيحكي عن مئاتي عم بيحكي حتى عن رئيس سيارة الوطن الحر لم تكن معادية ما بدي أقول أكتر من هيك وظلت متفهمة وتحمل خطاب المقاومة بنسبة أو بأخرى بتزحط مرة بتجلس مرة إدارة العلاقة مع هذه المكونات يجب أن تكون بروح المقاومة يعني بروح سماحة السيد وهي أن الأولوية هي المواجهة مع العدو انتصر على العدو وأنا بفرجيك لبنان كيف بيصير جوهر المعركة هناك وليس هنا وهنا قال لي يندار بأقل الخسائر ماذا كله ما رح يترتب عليه شيء هذا بيقبل الإسرائيلي بوقف النار لما المقاومة بالجنوب تفرض عليه وقف النار لما بتنكسر شوقته بالجنوب فبالتالي المقاومة تعرف جيدا أن موازين القوى مع العدو هي التي سوف تقرر كل العناوين الأخرى مضمون السبعة سفر واحد شو اللي غير ترجمته تفسيره ميزان القوى قبل كان مطروح قوات الأمم المتحدة ليونيفل بصلاحيات ردعية بتروح بتفتش وبتتحمه بتفوت على البيوت بتنزل على الوديان وبتقول وين السلاح كانوا طارحين أنه بدون يحطوا على الحدود اللبنانية السورية رقابة وبدون يحطوا على البحر رقابة وبدون يعمل بالألفين وستة وسقط هذا ليش سقط هذا سقط لأنه المقاومة سمضت وبالتالي واقع الحال إذن نحن أمام معادلات الذي سيقرر فيها هالمنصتين اللي حكيت عنهم أنا بالقسم الأول واللي برجع بأكد نحن خلينا نتفق كنا في مرحلة زمام المبادرة بيدنا الآن نحن نتقاسم زمام المبادرة مع الحلف الأمريكي الإسرائيلي نحن كنا بوضعية ميزان القوى مختل صالحنا الآن بمرحلة توازن في ميزان القوى ضربنا ضربات مؤلمة وهو الآن يواجه من قبلنا عقدا مؤلمة وهي جبهة الجنوب والضربة الإيرانية وبالتالي نحن في مكان الآن الحلقة القادمة هي التي ستقول إذا جبهة الجنوب فرضت إيرادتها والرد للنار الإيرانية فرضت معادلتها أصبح زمام المبادرة وميزان الردع وميزان القوى عنا إذا نجح الأمريكي والإسرائيلي في البر ما مع وقت ينطر شو بدو يصير بالسياسي إذا نجح في المعركة البرية أو نجح في كسر الإيرادة الإيرانية أو في كلتيهما معا اختل ميزان القوى اختل ميزان الردع وانتزع زمام المبادرة نحن من هون أنا كنت عمقول أنه علينا مهمة واحدة ما نوسع بيكار التحليل ولا نوسع بيكار النقاش مهمتنا الواحدة هي الاستثمار على الثقة دعوة الناس للثقة الثقة بهذه المقاومة الثقة بأن هذه المقاومة قادرة على تحمل الضربات وعلى الوقوف على قدميها وعلى الوفاء بوعودها وعلى تكبيل العدو خسائر فادحة وعلى كسر مشروعه وعلى إلحاق الهزيمة به ما نخلي حدا يخذنا على محلات تانية لأنه هلأ فيه وهون بدي اختم بها النقطة ولو أن الوقت ضيق الفضول طبعا إنساني والقصص اللي فيها إثارة وتشويق جاذبة هلأ افتاح اليوتيوب أنت التفاصيل الخفية للقطبة السرية في اغتيال السيد نصر الله روح احضار ساعة ونص أنا لم أحضر واحد من هذه الفيديوهات لأنه هاي إشاعة الفضول وبصير لحدك ومرتك وولادك ورفقاتك وشو بيسألوك بياخدوك بعيد عن الموضوع لأنه هني تحت تأثير هذا الضخ حقا مظبوط أنه في واحد من قيادة الحزب هو مسلم كذا حقا مظبوط كذا حقا كذا نحن يجب أن نقتل الفضول في داخلنا لأنه شيطاني لأنه شرير الفضول يحل مكان الولاء مكان ثقة نحن نطلع على اللي عم بصير على الجبهة أنا والله أخشى ساعتها من الاختراق لما بقول وليش وقفت الصواريخ ليش انهارت الجبهة بس الجبهة ثابتة والصواريخ عم تنزل وأنا بسأل عن اختراق بالعقل معقول يكون فيه اختراق على مستوى قيادة يصل إلى أن يعرف تفاصيل حركة سماحة السيد واثنين من أبرز قادة الحزب والمقاومة وإسرائيل مش قادر يتوصل للمعلومات 10% من الصواريخ و10% من الجبهة الأمامية معقول ايران انه فيها اختراقات بدباط كبار في الحرس وهن اللي وراء القصص والحكايات والابتيار الرئيسي ومدرشو وإلى آخر كل هاي اللي بتقروه وخلال أربعة أيام ايران عم تحضر ورش كامل لتحضير تعرفوا شو يعني 250 صاروخ باليستي باليستي تطلعون من المستودعات والمخازن وتربضهم على مساحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ 8 أو 9 نقاط اطلاق الصاروخ 8 متار 9 متار كم واحد شاف كم واحد عرف كم واحد كم واحد وإسرائيل ما عرفت بعدين اللي بدوا يعرف أنه إسرائيل وحجم اختراقاتها البشرية مش شي تاني يسأل سؤال نحن بذكرى الطوفان ليش ما عرفت هي وأمريكا بالطوفان هذا كافي لو كانت على هذه الدرجة من القدرة الهائلة والتفوق الاستثنائي والخبرة التي تسمح بتخطيط البدائل والمشاريع والقصص والحكايات طيب جاوبونا شهر سبق الطوفان والناس عم تتوضع شو يعني 1200 مقاتل بمساحة غزة عم يتجهزوا على المراوح الطائرة وعلى الدراجات النارية وعلى السيارات واسلحاتهم وأخذ مواقعهم وعم يعملوا اجتماعاته قدامهم خرايط كل مستوطنة المجموعة اللي بتفوت على المستوطنة هدا بيفوت من هالمفرق وهدا من هالمفرق وهدا بها الحي وهدا بيستولع المخفر وهدا بيشيل السلحات وهدا بنزل الكاميرات هذا كله لا امريكا ولا اسرائيل قدرت تعرف عنه شيء رغم كل السيطرة على منظومة الاتصالات رغم الطائرات المسيرة الزنانات لا تغادر سماء غزة رغم الأقمار الصناعية وكلها غزة هالأد يعني بده ربع أمر صناعي برائب فيها تنفس الناس كمية الأكسجين اللي عم تدخل على روايا كل واحد ورغم ذلك لم يستطيعوا أن يعلموا شيئا وإني قالوا والله دائرين اللي بيستقيل واللي بده تحقيق واللي بده يحاسب وبأمريكا عم بيقولوا نفس الشيء نحن لم نكن نعلم شيئا حتى الأسرة لامركان قالوا نحن لا معلومات لدينا ولم نستطع بعتوا فرق هاي اللي بيسموها فرق التتبع الأثر ما قدروا يوصلوا إلى أين هم الأسرة وصلوا بمحلين اللي في ناس بسبب يمكن ضيق الحال أو بسبب دناو تنفس ما بعرف بعت واشترت لذلك في الختام أعزائي نحن بمعركة فاصلة معركة الأيام ما في عنا ترف الوقت فيها لنناقش الآن ماذا سيحدث عام 2050 ما عنا ترف الوقت الآن عنا شيء واحد نحن ثابتون مستمرون ملتزمون واثقون هاي طلقت خطوط حمر تحت منها واثقون بأن هذه المقاومة مقتدرة واثقون بأن هذه المقاومة منتصرة واثقون بأن هذه المقاومة أهل الثقة واثقون بأن قيادة هذه المقاومة التي لا نعرف أسماءها الآن جديرة بأن نعطيها ولاءنا وبيعتنا وأن روح السيد تظللنا وتظللها وأن جبهة الجنوب هي التي ستكتب مستقبل منطقة وأن إيران ثابتة عند عهودها ووعودها وسوف تقف وتتصدى للهجمة الأمريكية الإسرائيلية وسوف تفرض معادلاتها وبعد ما يصير هول إن شاء الله الأسبوع القادم نجتمع وبكون عندنا زوادي من حصيلة هاتين الجبهتين تقول بأن نقاطا إضافية سجلت لصالح قوى المقاومة ومحور المقاومة